بأن تطبق شروط وقفة لقنار مقبل حزب الله وهذا يشمل رجوع حزب الله إلى الشمال وانتشار القوات اللبنانية في الجنوب على الحدود ولديهم السلطة للتعامل مع الأسعادية يعثرنا عليها والبناء التحتية أيضا وأنتم كنا دينا آلية للتعامل مع أي انتهاكات مزعومة ولنضمن تطبيق وقفة لقنار لهذا أنا أركز بشكل كبير على ضمان الاستمرار بعمله ونعرف ما سيحصل في ستين يوما ولكن أكثر ما نريده هو عودة الأشخاص إلى منازلهم سواء في شمال إسرائيل وجنوب لبنان الهدف الأساسي هو تحقيق ذلك تصلنا تقارير حول انتهاكات نراجعها ونتعامل مع الأطراف وهذا بالضبط ما قمنا به وكتقار أنكم قلتم لإسرائيل أنهم ينتهي يكون وقفة لقنار لن أرد أو أخوض في أي حوارات دبلوماسية خاصة ولكن ما أقوله هو أن الآلية يستمع فرنسا لضمان مراقبة وقفة لقنار وتطبيقه وهو ناجح ونريد أن يستمر بنجاحه السؤال الأخير شكراً لوزير بلينكن أود أن أتابع على سؤال زميلي من واشنطن بوست هل لك أن توضح لنا أي إجراءات دولماسية لتعزيز المواقف الأوكرانية قبل المحادثات الافتراضية مع موسكو أن ناقشتم يوم أمس مع وزير الخارجية ووزراء آخرين أن ناقشتم أي من تلك المسائل جزء كبير من تركيزنا في حلف شمال الأطلسي والمحادثات التي أخذناها مع مجلس الشمال الأطلسي ومجلس أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والعديد من الحوارات الأخرى بشكل فردي كلها ركزت على كل ما يجب أن نقوم به من أجل تعزيز ودعم أوكرانيا مع حلول العام الجديد وكما ذكرت نحن نركز على وسائل جدية وواقعية أيضا مثل الأشياء لكل دهم الموارد والأموال الضرورة إذن كان هذا جانبا من المؤتمر الصحف الذي عقده وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال إن تقدم هيئة تحرير الشام يظهر أن داعمي الأسد روسيا وإيران مشتتان أيضا قال إن رفض الأسد للعملية السياسية قد فتح الباب أمام هجوم هيئة تحرير الشام تحدث عن مراقبة واشنطن لتنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان وقال إن الهدف هو إعادة السكان عودة للمشهد السوري قال من الحيوي التأكد من عدم عودة تنظيم داعش إلى سوريا الحقيقة